طيف الانبيات طيف الامتصاص طيف الامتصاص قلنا هو طيف الانبيات مثلا طيف ديال الانبيات ديال الصوديوم طيف الانبيات ديال الصوديوم يعني نا وقلقنا بحلاك الطيف ديال الامتصاص ديال الصوديوم سيكون هو الاحكس ديال الصوديوم ديال الصوديوم ديال الصوديوم ديال الصوديوم الناء ملوون الناء والحزتين يكون ملون الحزتين بالاسود ما كيبان مش كيفاش كان نحصل على هذا الطيف الامتصاص بدل التسخين او المجال الكهروساكين يمكن ان نضي الجسم المدروس بضوء ابيض لو قد انصفت لي واحد الضوء ابيض يعني شنو كان نيو بالضوء ابيض هو ضوء يحتوي على كل الترددات يعني الضوء مثلا ضوء جيل الشمس مني كان نديرو الطيف جيله هو اللي كان اسمي الضوء ابيض باك نلقاو كله هو عامر بالالوان واحد بلا صفحة الحمار بلا صفحة الصفار بلا صفحة البنفسجي الخضار الزراق اكتبا اللي هو طيف جيل الضوء الضوء الابيض ضوء اشنو كان نديرو كان نضي الجسم بضوء ابيض الضوء ابيض ثم نرى ما هي الترددات التي يمتصها الجسم اللي كان نقوله الترددات كان نبقى ايضا الترددات اولا اطوال يعني التردددات هنا يعني اولا اطوال الموجة الموجات اللامضة التي يمتصها الجسم بطبيعة الحال بيستعمال كاشف الطيف سبكترومتر كاشف الطيف ضوك مني كان نضي ثم كان شوفوا الضوء اللي خارج من هاد الجسم المدروس كان نطبقه لكاشف الطيف وكيعطينا طيف الامتصاص اللي هو بحالة تشكلها هادي الطيف الانبيعات فهمنا الطيف الامتصاص فهمنا فين كنستعملوا مانشي هادي الطيف الامتصاص عنده طيف الانبيعات فهمنا انه كيعاوننا باش نتعرفوا الى الحزات النحاس الحديد واحد الجسم نسخنوه وعطنا الحزاتي ديولو وعند اعطاونا مثلا واحد الجسم اول واحد القطعة معدنية معدنية القيناها غأف واحد للسفينة غرقة وسط البحر تعود الى الفين وخمسمائة سنة قبل الميلاد بغينا نعرفوا تكوين ديال هاديك العملا العملا عملا عملا سنستعملوا كاشف الطيف اللي نبيعات سنأخذوا العملا سنصخنوها ثم نطبقوا عليها كاشف الطيف ويعطينا الحزات لكن لندل عملا fil عملا ثم سنستعملوا لتعرف على اجسام او ل للتعرف على الطيف ديال الاجسام بقلينات طيف الامتصاص أرغب طيف الامتصاص عند واحد الاستعمال مهم أرغب نقول هنا نستعمل طيف الامتصاص خصوصا لدراسة مكونات نجوم أو كواكب بعيدة جدا عن يعني بضع ملايين ديالسنوات الطوائعة باش ندرسوا المكونات ديالهم طبيعة الحال مفهم اننا لا يمكن ان نذهب هناك يعني نمشيو لعندات النجوم ناخدو مركبه فوضائيه نمشيو عندها النجوم نتوما انا واحد الرئيس شو ونبدووك نسخنو فيهم باش نشوفو مناش متكونين واو او كان سنس اذا لا يمكن ان نذهب هناك لتسخينها او تطبيق مجال كهروساكين عليها السؤال سأل وخجع القوم مركبه فوضائيه خصنا ملايين سنوات الطوائية يعني لو قيته فش يموت رائد الفاضاء ويموت ولده ويموت ولده ويموت ولده ويموت ولده ويموت ولده ويموت ولده طوك ما يمكنش ولكن عندنا طريقة سهلة باستعمال طيف الامتصاص على ماذا نفعل على عندنا رسمنا هنا عندنا الكوكب واحد الكوكب مجهول الكوكب مجهول الارض كين هنا بعيدة طبيعة الحلالة دي اذا كنستغل واحد نجم اللي كيعطي ضوء مورا هاد الكوكب المجهول كنستعمله واحد النجم مورا بحيث هذا النجم البعيد هذا كيصفت إضاءة كيصفت ضوء وهذا الضوء هذا كيجتاز الكوكب المجهول يعني كيدوز من الكوكب المجهول وكيوصل نحن الارض يعني بحالي لا درنا إضاءة دي الكوكب المجهول بواحد النجم بعيد علينا احنا استغلينا معناش كيفاش نقول إضوء يضوء ويضوء 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 وكي احنا استغلينا هاد الإضاءة دي النجم البعيد اللي كتضوي الكوكب المجهول اللي كتوصل مع هاد الإشارة او لهاد الضوء هاد اللي يجي من الكوكب المجهول اللي غادي يعطينا طيف الإمتصاص ديال هاد الكوكب المجهول وإلا عنا طيف الإمتصاص ديال الكوكب المجهول غادي نخرج المكونات ديال الآن نستغل الضوء المنبعيد من نجم آخر يضيء يعني يضيء الكوكب المجهول من الخلف وندرس الضوء الذي يصلنا إلى الأرض طبيعة الحالة الضوء لكي وصنا إلى الأرض هو يعطينا طيف ديال طيف ديال الإمتصاص أغاد لنقع في عدة ديال الحزات وغادي ندرس كل وحدة بوحدة وهذا الترس ديال طيف الامتصاص هذه يصلنا ثم ندرس طيف الامتصاص ونقارن حزاته مع حزات معروفة حزات معروفة المحزات ديال السوديوم تقريبا ديال الجميع العناص الكيميائي اللي عندنا اللي كنستعمل ها في الكيميا كنعرف الحزات ديال بالسبيكتروسكوب ديال 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 نتمكن من معرفة مكونات الكوكب المجهول ديال ومثلا باستعمال حزات نقدر نقول أن نافئة الكوكب هي 20% ديال من النحاس في 10% من الحديد وفي وفي مثلا أنا في مثلا 70% من الالومينيوم التائب من طابعة الحال إنا لقينا واحد الكوكب في 70% ديال ديال و 25% ديال اليورانيوم هدا يكون كوكب مخير مزيان عاد وغاز يعطينا واحد لموتيفاسيون كبيرة باش نصف طوله واحد لمركبة فضائية لدراسته ضنك هدا الاستعمال ديال طيف لامتصاص بالنسبة للكواكب لنسبة لدراسة الكواكب ودراسة النجوم نقدر ايضا نستعمل هاد التقنية هادي للتعرف على جزئات ضنك ديال نفاق من جه اخرى يمكن ان نستعمل هذه التقنية يعني طيف الانبيعات وطيف الامتصاص للتعرف للتعرف على جزئات جزئات على جزئات عضوية مثلا كان عرفوا معلومات على المجموعات الوظيفية مثلا المجموعات الوظيفية الانبيعات 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 المجموعات المجموعات الوظيفية اللي فيها كربون جوج ديال الروابط التساهمية حتى هي كنعرف سيغما ديالها واحدة للانضاء يساوي الاف وستمائة وخمسين سنتيماتر موزا يعني لا درسنا واحد العنصر جبل قينا واحد العنصر مثلا في واحد المصرح جريمة قتل وبغينا نتعرف على ذاك البلاستيك وش هو بلاستيك ديال ديال الصباط ديال القاتل او الصباط او طريف ديال او بحل دك شي جي 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 لاز اكسبير ديال سيستعملوا ويستعملوا بحل هات شي باش نتعرف الى النوع ديال البلاستيك او النوع ديال الجزئة العضوية دوك تنفعنا مزيان ايضا بنسبة للشرطة العلمية